أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآل بيتي الطيبين الطوهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لازلنا في رحاب الطف وفي آفاق الطف وصل بنا الكلام والمقام لا أن هناك صلوات صدرت وتحقت في ثورة الإمام الحسين عليه السلام الصلوات الأولى المتمثلة بصلاة الحسين عليه السلام في أصحابه وعدائه وكان له الأثر البالغ على التأثير على النفوس والقلوب التي تعي النصيح والموعظة وهناك صلوات أخرى تمثلت بصلاة عاشوراء إذ وقف أحد الأصحاب مخاطب الإمام الحسين عليه السلام لقد حان وقت الصلاة قال نعم وهو أول وقتها جعلك الله من المصلين الذاكرين ووقف الإمام الحسين عليه السلام مصليا بأصحابه صلاة الجماعة كثيرا ما نسمع أن الإمام الحسين عليه السلام صلى جماعة الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده أن هناك قتال وهناك قتل لكن الإمام الحسين صلى صلاة في أول وقت هذا أولا والثانية أنه صلاة جماعة الرسالة التي يريد أن يوصلها لنا الإمام الحسين عليه السلام أن هناك أهمية للصلاة في أول وقتها لا تؤجل الصلاة إذا حان الوقت وحان وقت أدائها فبادر إلى الصلاة بادر إلى نداء الله جل وعلا بادر إلى تحصيل الثواب الجسيم والثواب الكبير ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال أنه لا ينال شفاعتنا شفاعتنا من استخفى بصالاته بشفاعتنا من استخفى بصالاته فإذن هناك شفاعة لمن يصلي في أول وقتها المهتم بالصلاة يجب أن نجعل في حياتنا أهمية لتلك الصلاة كثيرا ما نجعل في أمورنا الحياتية الدنيوية كثير من الأمور التي لا ترتقي بنا إلى الكمال لكن نجعل لها أهمية كبرى في حياتنا في حين أن الصلاة هي المهمة الكبرى التي خلق الله الناس وخلق عالم الإمكان من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة المشرع المقنن من الله سبحانه عز وجل أس الخلق وعلة الخلق يجب أن نجعل لها أهمية كبرى في حياتنا وأن نهتم بوقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقت عندما يحين وقت الصلاة يجب أن يكون الإنسان مبادر إلى تلك الصلاة لا يؤجل تلك الصلاة ويتذرع بهناك أعذار واهية فنحن مدينون للإمام الحسين عليه السلام إذ جعلنا منهاجا نقتدي به وهو أن الإنسان إذا حان وقت النداء وحان وقت الآذان أن يبادر إلى الصلاة مقتديا بسيده إمامه الإمام الحسين عليه السلام الأمر الثاني قلنا أنه صلاة الجماعة كثير من الفقهاء جعلوا بابا لصلاة الجماعة تلك الصلاة التي ورد في السحبابها الكثير من الروايات التي في أجدها وفي ثوابها عظيم الأجر والثواب الروايات التي تنصص على أن هناك أجر لا يعلمه إلا الله أنقل هذه الرواية في بعض ما ذكر أنه إذا تعددت الصفوف عشرة كان هناك عشر صفوف وفي رواية أخرى أنه عشرة أنفار عشر مصلين ما هو الأجر لو تعددت هذه الصفوف وهؤلاء الأنفار لو كان السماوات والأرض قراطيس ورق والبحار مداد حبر والأسجار أقلام والملائكة والجن والإنس كتاب على أن يحصوا ثواب ركعة واحدة لن يستطيعوا أن يحصوا ويصفوا ثواب ركعة واحدة إذن ما هذا الثواب العظيم وبعض الناس للأسف الشديد يزهدون عن هذا الأجر العظيم صلاة الرجل في جماعة تساوي أو تعادل سبعين سنة من صلاته في بيته وهناك روايات متضافرة في الثواب الجسيم الذي أعده الله للمصلين لما لها من أهمية كبرى في حياة الناس عندما تصطف الصفوف هناك منعه هناك هيبة للإسلام ولمسلمين طبعا كما هو معلوم لدى الأخوة أن لكل حكم ملاك يعني مصلحة ومبسدة فملاكه حكم استحباب صلاة الجماعة هو المنعة والحصانة للمسلمين وللإسلام محل الشاهد أن الإمام الحسين عليه السلام صلى بأصحابه صلاة الجماعة وبعض الأصحاب وقفوا يتدافعون ويتلقون السهام والطعن بالسيوف من أجل الإمام الحسين عليه السلام فنجد أحد الأصحاب أنه وقف إمام الحسين عليه السلام يتلقى الضربات والسهام بنفسه يتقيه بنفسه هذا سعيد الحنفي رضوان الله تعالى عليه يتقي السهام بنفسه وعندما ينتهي الإمام الحسين عليه السلام يقول أوفيت يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله قال وأنت أمامي في الجنة وفيت وأنت أمامي في الجنة فلابد أن نكون بهذا المستوى هؤلاء شهداء الصلاة الذين وقفوا يتدافعون ويحمون الإمام الحسين عليه السلام يجب أن يكون الإنسان بهذا المستوى في الدفاع عن إمامه وعن الصلاة الصلوات الأخرى التي يستوقفها يستوقف عندها المؤرخون وهي صلاة زينب عليه السلام الصلاة التي صلتها يوم الحادي أو ليلة الحادي عشر من المحرم زينب عليه السلام وقفت في ذلك الليل البهيم أمام الجثامين الطاهرة أمام تلك الأساد الزواكي تصلي زينب عليه السلام بالرغم أن هناك قتل لأولادها وإقوانها وقفت تصلي يا صلاة أي صلاة تصلي زينب صلاة الليل صلاة الليل مستحبة ليست بواجبة ممكن الإنسان يتذرأ ويقول أنا في حماية المخيم أن لي عمل أن لي عندي مصيبة لكن يصف الإمام زين العابدين عليه السلام زينب ويقول صلت أمتي زينب في ليلة الحادي عشر من المحرم صلاة الليل وهي مستحبة حتى بهذا المستوى زينب لم تترك الصلاة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة كما قالها بطل التوحيد وأبو الأنبياء اللهم اجعلني مقيمة للصلاة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد اشتركوا في القناة